موسيقى السلطات الاردنية تقول ان انفجارا وقع فجر اليوم بمستوضع للذخيرة بمدينة الزرقاء الدفعة الجوية السورية تعلن تصديها لهجوم اسرائيلي على مدينة حلب قادة اوروبيون يؤكدون من فرنسا ضرورة تصدي لسياسة تركية في منطقة شرق المتوسط موسيقى العشرة صباحا بتوقيت القاهرة ثمانة بتوقيت جرانيتش موعد لنشرة اخبارية جديدة تأتيكم من النيل اهلا بكم هزلت زلسلة انفجارات قوية مدينة الزرقاء الاردنية ورجحت السلطات ان يكون سبب الانفجارات ماس كهربائي في مستودع ذخيرة تابعا للقوات المسلحة استيقظ اهالي مدينة الزرقاء بالاردن على وقع سلسلة انفجارات قوية بمستودع للجيش يحتوي قذائف مورتر غير مستعملة وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضيلة قال ان الانفجار وقع بمنطقة غير مأهولة وان التحقيقات الاولية تشير الان الانفجار نتج عن تماس كهربائية في المستودعات التي تخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات والمنطقة التي شهدت الانفجار بها عشرات القواعد العسكرية وتقع الى الشرق من الزرقاء بالقرب من العاصمة عمان وهي مدينة صناعية واسعة ولاحقا نقل بيان لقوات المسلحة الاردنية عن مصدر عسكري مسؤول قوله ان انفجارا وقع في احد مستودعات الدخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء عاصمة المحافظة التي اقتنها نحو واحد ونصف مليون اردنية وتضم عدد من معسكرات ومستودعات الجيش الاردنية قالت تقرير صحفية ان دفعة الجوية السورية تصدت لهجوم اسرائيلي على مدينة حلب كانت اسرائيل اعترفت بتنفيذ غارات عديدة داخل سوريا منذ بدء الحرب بها في 2011 تحت مزاعم مواجهة الوجود الايراني قال الرئيس اللبناني ميشيل عون في مستهل اجتماع المجلس الاعلى للدفاع ان حريق مرفق العاصمة بيروت قد يكون عملا تخريبيا او نتجا عن خطأ او اهمال وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة محاسبة المسؤولين عن اندلاع النيران التي اعادت الى اذهان اللبنانيين الانفجار المروع الذي وقع في الرابع من اغسطس الماضي في واقعة اعادت الى الاذهان مشاهد الضمار الذي خلفه تفجير مروع ضرب مرفأ بيروت اندلع حريق ضخم في احد مستودعات المرفأ ما اثار الرعب بين صفوف اللبنانيين بعد اكثر من خمسة اسابيع من التفجير الذي حول بيروت الى مدينة منكوبة وبحسب الجيش اللبناني اندلع الحريق في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في المرفأ بينما اوضح مدير المرفأ ان الحريق بدأ في براميل الزيت نتيجة الحرارة او خطأ اخر لم يحدد طبيعته بدوره قال الرئيس اللبناني مشاه العون ان الحريق الجديد قد يكون عملا تخريبيا او ناتجا عن خطأ او اهمال مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن اندلاع النيران التي اعادت الى اذهان اللبنانيين الانفجار المروع من جانبها اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر انها تخزن حصصا غذائية وكميات كبيرة من الزيت داخل المستودع الذي اندلعت فيه النيران في مرفأ بيروت ما قد يهدد بعرقلة عملياتها الانسانية وفور اندلاع الحريق تم اجلاء العمال من المرفأ الذي انتشرت فيه النيران الكثيفة وسحب الدخان الاسود بسرعة كبيرة وبمشاركة مروحيات من الجيش تعمل فرق الدفاع المدني اللبناني وفرق الاطفاء على اخماد الحريق وقد منعت قوى الامن مرور السيارات على الطريق المجاوري للمرفأ افساحا في المجال امام وصول سيارات الاطفاء وما زالت بيروت تلملم جراحها بعد الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأها الرئيسي في الرابع من اغسطس الماضي وتسبب في مصرع اكثر من 190 شخصا واصابة قرابة 7000 اخرين اضافة الى تشرير نحو 300 الف شعص اكد وزير شؤون الدوان الاميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح ردا على ما تدولته وسائل اعلام من اخبار عارية عن الصحة ان الحالة الصحية لامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر صباح مستقرة كانت وسائل اعلام قد تداولت اخبارا عن وفاة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي يتلقى العلاق حاليا باحدى المستشفيات الامريكية في جزيرة كورسيكا الفرنسية قال الرئيس الفرنسي ايمانويل مكران ان قادة ما يعرف بمجموعة مات سبعة وضعوا جدول اعمال مشترك من اجل احترام السيادة الاوروبية بشرق المتوسط وضعنا جدول اعمال مشتركة من اجل احترام السيادة الاوروبية واحترام القانون الدولي والعمل على خفض التصعيد واستطيع ان اقول اننا بعثنا برسالة واضحة لا لبس فيها بشأن تأييدنا لكل من اليونان وقبرص رسالة تضامن ودعم في وجه الاستفزازات الاحارية الجانب والتنقيب غير المشروع في تحركات تهدد السيادة الاوروبية من جانبه قال الرئيس القبرصي نيقاص انستاسيادس ان قادة مجموعة مات سبعة توافق على الاستعانة بكل السبل لمواجهة الاعمال التركية غير المشروعة في شرق المتوسط نحن مقتنعون ان هذا العمل الذي تقترفه انقرة ينتهك القانون الدولية وقانون السيادة وسيادة دولتين تتمتعان بعضوية الاتحاد الاوروبية بل انه ينتهك السيادة الاوروبية ذاتها توافقنا على ان نستعين بكل السبل المتاحة امام الاتحاد الاوروبية لمواجهة هذه الاعمال والسلوكيات المنافية للقانون من جانب تركيا والذهاب الى حد توقيع عقوبات على المتورتين في هذه السلوكيات المخالفة للقانون وغير المشروعة وقال كرياكوس ماتسو تاكس رئيس وزراء اليونان ان تضامن الاوروبي مع بلاده وقبرس ما هو الى تحدي يواجه اوروبا قبل الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري موعد عقادي قمة الاتحاد الاوروبية نريد ان لا نكون منقاسمين وان لا نسقط في مصيادة الفرقة التي تريد تركيا ان توقعنا فيها اعتقد ان تضامن مع اليونان وقبرس ما هو الى تحدي يواجه اوروبا في السياق المتصل قالت جوزي بيكونتي رئيس وزراء ايطاليا ان اوروبا لن تطيق تضفق المهاجرين عليها مع الاتحاد الاوروبي علينا ان نحل مسألة تضفق المهاجرين لن نطيق هذه الهجرة ومن اجل ان ننجح في ذلك علينا ان نوسع ونعزز نطاق الاعمال التي يقوم بها الاتحاد الاوروبي بما في ذلك الاعمال خارج حدود دوله علينا ان نقيم شراكات قوية مع الدول المصدرة للمهاجرين ودول العبور بدأت البحرية الايرانية مناورة في بحر عمان قرب مضيق هورمز الاستراتيجي تستمر ثلاثة ايام وسيتم خلالها اختبار مجموعة من السفن الحربية والطائرات المسيرة والسواريخ واحد اهداف هذه المناورة هو استحداث تيكتيكات هجومية ودفاعية لحماية المياه الاقليمية وخطوط الملاحة وفق ما اورد الجيش الايراني وخلال المناورات تقوم البحرية الايرانية باختبار سواريخ عابرة ارض ارضة وارض بحر وتوربيدات وراجمات سواريخ من سفن حربية وغواصات ومقاتلات وطائرات مسيرة اجرينا عمليات برمائية معقدة تسلل مشات البحرية والكوماندوس من الكوات البحرية والبرية على المستويات الجوفية والسطحية والجوية باستخدام معدات محلية صنعتها وزارة الدفاع والمراكز العلمية والصنعية بالداخل وتشارك وحداته من الكوات البحرية والجوية والبرية في المناورات التي اطلق عليها اسم ذو الفقار تسعة وتسعين وتجرى في مساحة بحرية تمتد على اكثر من مليوني كيلو متر مربع بدءا من شمال المحيط الهندي الى الطرف الشرقي لمضيق هرمز وفي يوليو الماضي اطلق الحرس الثوري الايراني صاروخا من مروحية استهدف حاملة طائرات مماثلة في المضيق في تدريب قالت تهران انه موجه بالاساس للولايات المتحدة وسط توطرات بين الجانبين قال العقيد اسيمي كويتا رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي ان المشاورات الوطنية التي انطلقت بالعاصمة فماكو هي تعبير عن تطلعات المشروعة لشعب مالي المشاورات الوطنية هي تعبير عن تطلعات المشروعة للشعب المالي من اجل اعادة بناء افضل للدولة هذا الاصلاح يبرره البحث عن الحكم الرشيد بحيث تكون هموم المواطن في صلب السياسات العامة لا شك لدي في الروح الوطنية لجميع المشاركين حتى نتمكن من تبني اوثس الاصلاحات السياسية والمؤسسية اللازمة لاعادة تأسيس امتنا على وقع ضغوط لتسليم السلطة اطلق المجلس العسكري في مالي مشاورات وطنية تسامر ثلاثة ايام مع احزاب سياسية ونقابات ومنظمات غير حكومية ويشارك قرابة خمسمائة شخص في المشاورات الوطنية المنعقدة بالعاصمة باماكو والتي تعد ثاني جولة من المباحثات بين الضباط الذين اطاحوا برئيس ابراهيم ابو بكر كيتا في الثامن عشر من اغسطس الماضي وممثلين مدنيين كثير منهم في صلب حملة مدنية دعته للاستقالة وفي بداية المباحثات شدد رئيس المجلس العسكري العقيد اسمي كويتا على اهمية اجراء اصلاحات سياسية ومؤسساتية والتوصل لخطة لاستعادة الحكم المدني دول جوار مالي تراقب الوضع بقلق خوف من عودة البلاد إلى الفوضى وهو السيناريو الذي سعد قبل ثماني سنوات على تأجيج الارهاب الذي يؤثر على النيجر وبوركينفاسو الآن مجموعة ايكواس المؤلفة من خمسة عشر عضوا كانت فرضت عقوبات على المجلس العسكري الحاكم في مالي وقررت اغلاق حدود دول العضاء مع مالي ووقف التدفقات المالية والتجارية ودعت لاجراء انتخابات خلال اثنى عشر شهر وقبل بداية المنتدى الوطنية طالبت المجموعة الاقليمية المجلس العسكرية الذي تولى الحكم في مالي بتعيين رئيس مدني انتقالية بحلول الخمس عشر من سبتمبر الداري قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه يقوم بعمل رائع في مكافحة فيروس كورونا المستقد لا اريد ان اقفز لاعلى والاسفل واوصيح الموت الموت لان الامر ليس على هذا النحو علينا ان نقود بلدا نحن نقود بلدا عظيما ونؤدي عملا رائعا والناس الذين يؤدون هذا العمل الرائع ينبغي ان يمنحوا الثقة التي يستحقونها ربما قمنا بافضل عمل فيما يتعلق بما نفعله بشأن اللقاحات والعلاجات واجهزة التنفس من جانبها قالت كامالا هارس المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الامريكي ان الرئيس ترامب شخص لا يهتم بصحة ورفاهية الامريكيين هذا هو رئيس الولايات المتحدة لدينا هذا المثال لشخص لا يكترث لصحة وامن ورفاهية الشعب الامريكي بل انه يمارس استهتارا بحياة وصحة ورفاهية الامريكيين اجد ان هذا المثال مثير للغضب الشديد وها نحن هنا نتحدث عن عدد الموتى وعدد الذين التقتوا الفيروس ونتحدث عن عدد الناس الذين اصبحوا عاطلين ويقفون في طوابير الطعام واتسولون حكومتهم ونتحدث عن اننا سنتوسع في اعانات البطالة لان الوباء افضل الى كارثة اقتصادية من عيار الكساد الكبير قالت المستشارة الالمانية انجلا ميركل ان بلادها وفرنسا ستستضيفان اطفالا اصبحوا بلا مأوى بعدا اتى حريق على مخيم مقتض بالمهاجرين على جزيرة ليسبوس اليونانية هذا الاسبوع من موطن اللاجئين في اليونان تشتعل ازمة لجوء جديدة مع تشريد الاف اللاجئين من مخيم موريا اكبر مخيمات اللاجئين في جزيرة ليسبوس بعدما اتت حرائق كبيرة الثلاثاء الماضي على الاخضر واليابس في المخيم الاف اللاجئين ما زالوا في انتظار وصول مساعدات انسانية طارئة الى جزيرة ليسبوس بعدما فقدوا مأواهم في مخيم موريا وخرجوا مذعورين من الخيام والحاويات الى الطرق والبلدة المجاورة الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر وجه نداء انسانيا لاجلاء الاف المهاجرين عن جزيرة ليسبوس الى البر الاساسية معتبرا انه ضرورة انسانية فيما يعارض ابناء الجزيرة والسلطات المحلية نصب خيم مؤقتة خارج المخيم كما تتخوف الحكومة اليونانية من خروج اللاجئين من المخيم بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا في الايام الاخيرة وارسلت عبارة وسفينتين تابعتين للبحرية اليونانية الى جزيرة ليسبوس واعلنت حالة الطوارئ من اجل ايواء المهاجرين الذين باتوا من دون مأوى الدول الاوروبية من جانبها سارعت الى الاعلان عن عدة طرق لتقديم المساعدة لليونانا في احتواء ازمة تشريد لاجئي مخيم موريا واعلنت المانيا وفرنسا انهما على استعداد لاستيعاب نحو 400 قاصر من مخيم موريا كما ابدت النمسا استعدادها لتقديم مليون يورو من المساعدات لشراء خيم واقطية في اليونان وتشكل ليسبوس الجزيرة الواقعة في بحر ايجا بوابة العبور الرئيسية للمهاجرين الى اليونانا بسبب قربها من تركيا ويأو المخيم حوالي 12700 شخص من طالبي اللجوء اي بمعدل اربعة اضعاف اكثر من قدرته الاستيعابية من بينهم اربعة الاف طفلة في القاهرة ثمنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيم القصير خلال مؤتمر شارك فيه ايضا وزير التعليم والصحة جهود الدولة المصرية في مواقعة قائحة كورونا منذ فبراير 2020 باعلان وتدشين سياسة واضحة لجمهورية مصر العربية بقيادة ورؤية واضحة ونثمن جهود الدولة المصرية على جميع المستويات في مجال الصحة والمتمثلة لوزارة الصحة والسكان والوزارات المعنية جميع المؤسسات والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني ضمن منظومة الامن والعمل الصحي في مواجهة الجائحة منذ فبراير 2020 اعلنت وزارة الداخلية مواصلة حملاتها الامنية الموسعة الهدفة لضبط الخارجين عن القانون بسائر محافظات مصر بعد رصدها لإحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة يقوم على إدارتها تشكيل عصابي من ذوي الصوابق الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخادرة وحيازت أسلحة نارية غير مرخصة للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة شنت الإدارة العامة لمكافحة المخادرات حملة مكبرة على تلك البؤرة والتي تقع بنطاق دائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية لضبط تلك العناصر الحملة التي جاءت بمشاركة وتنصيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومدرية أمن الغربية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة استهدفت مقار إقامة العناصر الإجرامية ونجحت في ضبط جميع ناصر التشكيل العصابي الإجرامي وأصفرت عمليات تفتيشهم وكذا مساكنهم وسياراتهم عن ضبط مئة واثنتين وسبعين تربات لمخدر الحشيش منها خمسون طربة تم ضبطها داخل مخزن سري خلف أرقام اللوحات المعدنية بإحدى السيارات المضبوطة وستمائة قرص مخدر لعقار الترامدول إضافة إلى ضبط بندقية خرطوش وطبنغة وتسعمائة وثلاثين ألف جنيه وهواتف محمولة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون وثلاثمائة ألف جنيه وتأتي تلك الحملة في إطار التصدي الحاسم لظاهرة الاتجار في المواد المخدرة لآثارها الضارة على الاقتصاد الوطني والشباب معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس أكدت قيامة مدير إحدى شريفات الاستراد والتصدير باستراد حاوية مشملها ألف وتسعمائة وثمانين طردا عبارة عن كبلات ووصلات قهربائية واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء العين السخنة وإخفاء بضائع محظور دخولها البلاد إلا بعد الحصول على موافقات مسبقة داخل حاوية وهي عبارة عن كمامات طبية ونجحت الإدارة في إحباط محاولة التهريب تلك وضبط ما يقارب ثمانمائة ألف كمامة طبية بقصد التهارب من سداد الرسوم الجمهورية المستحقة عليها أختام شعار الجمهورية مقلدة وأتلشهات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية ومبالغ مالية وجهاز حاسب آلي تم ضبطها بحوزة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات وانتحال شخصيات بعض المتوفين والموجودين خارج البلاد عن طريق استغلال بطاقات الرقم القومي الخاص بهم للاستلاء على مدخراتهم وأملاكهم التشكيل الذي نجحت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومدريتي أمن القاهرة والجيزة في ضبط عناصره اعترف بارتكاب عدد من الوقائع بذات الإسلوب منها استخراج أحد عناصره بطاقة رقم قومي منتحلا بيانات شخص يعمل بالخارج دون علمه واستخدامها في الاستلاء على عشرة ملايين جنيه من حسابه من أحد المنوك عدد من الحملات التفتيشية المقبرة شنتها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالصحة العامة والبيئة كان أبرز نتائجها ضبط مصنعين بداخلهما أكثر من 1500 طن أعلاف حيوانية وداجنة و110 أطنان أسمدة جمعها بدون بيانات ومجهولة المصدر المصنعان كان بنطاق محافظة المنوفية بينما تمكنت الإدارة وفي مجال حماية البيئة من ضبط ثمانية مصانع بنطاق محافظات المنوفية والقليوبية والجيزة بداخلها أكثر من 33 طن عطور و36 ألف لتر مستحضرات تدميل و177 طن مواد بلاستيكية ونحو 43 طن مواد غذائية وخمسة أطنان معسل ومواد خام ونحو 1300 عبوة كحل وأدوية نمعها مجولة المصدر وبدون بيانات وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي عبدالله بركات التلفزيون المصري ختاما لنشاطنا هذا تذكير بأهم العنوين السلطات الأردنية تقول إن انفجارا وقع فجر اليوم بمستودع للدخيرة بمدينة الزرقاء الدفعة الجوية السورية تعلن تصديها لهجوم إسرائيلي على مدينة حلب قادة أوروبيون يؤكدون من فرنسا ضرورة تصدي للسياسة التركية في منطقة شرق المتوسط وصلنا مشاهدين إلى ختام نشرتنا وللمزيد من التفاصيل زروا موقعنا على الانترنت 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 الى لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر